مرحبا بكل مشاهدين الكرام معنا سؤال تاني في حلقة النهاردة السؤال أخت فاضلة بتقول أتساءل عن مال القصر هل عليه زكاة مع العلم أنه موزع عليهم وموضوع ومحطوط يعني في البنك تحت الوصاية وحساب كل طفل لا يبلغ النصاب فهل نحسب الزكاة على المبلغ الكامل قبل التخصيص أملك كل من الورثة ذمة مالية خاصة بوفاة الإنسان صاحبة السؤال بتقسم التاركة على أو تاركة المتوفة على ورثته كبارا كانوا أو صغارا وبذلك هيكون لكل واحد منهم ذمته المالية المستقلة ما أنا عندي التاركة هتتأسم على الورثة الورثة دول صغار أو كبار كل واحد هياخد المخصص أنه ياخده والمقرر أن وجوب الزكاة لها مجموعة من الشروط لابد من مثلا بلوغ المال النصاب وهو ما قيمته 85 جرام من الدهب عيار 21 فإذا بلغ المال النصاب ومر عليه عام هجري وكان فائض عن الحاجات الأصلية للإنسان يعني أنا جيت خصمت الديون والأقصات اللي عليها والحاجات وظل بعد ما خصمت وعملت المال بلغ النصاب يبقى وجبت فيه الزكاة وهي 2.5% عن أصل المبلغ طيب إذا لم تتحقق هذه الشروط فلا تجيب الزكاة في المال وحضرتك قلت في السؤال أن نصيب كل واحد من الصغار القصر لا يصل للنصاب يعني كل واحد نصيبه لوحده من الصغار لا يصل للنصاب وعليه فلا زكاة في هذا المال فلكل واحد من الصغار دول ذمة مالية مستقلة يعني مش حاجة بعد ثلاثة مع بعض وأقول زكاة المال لا كل واحد منهم لابد لاستكمال الشروط أن كل واحد منهم يكون المال بلغ نصاب الحصة بتاعته فيه المراس بالغة للنصاب مع استفاء بقية الشروط الخاصة بزكاة المال وعايزة أنبه على حاجة أن المختار للفتوى أنه لا زكاة في مال اليتيم القاصر المحبوس لدى المجلس الحسبي حتى ولو بلغ النصاب وإن مرت حتى برضو عليه أعوام متتالية حتى يرفع المجلس الحسبي يده على هذا المال لأنه حارس وحابس ومحتفظ بهذا المال لهذا الصغير لما يرفع المجلس الحسبي عن هذا المال وبيستلموا بعد كده اليتيم بالطريقة اللي حددها القانون وده لما يبلغ سن الرشد حوالي 21 عام أو بإذن المحكمة المختصة إذا اتمأنت لرجده فتجب عليه الزكاح نايد بشروطها الشرعية من بعد ما يستلم المال ثم مرور الحول عليه من يوم ما استلم ذلك المال والله تعالى أعلى وأعلم ترجمة نانسي قنقر